السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أحبة الكرام قبل بداية الفيديو بإمكانكم أن تدعمونا بالاشتراك ليصي لكم كل ما هو جديد من قناتنا أول بأول أهم الأخبار لهذا اليوم وكما وعدناكم تغطية كاملة حول كل الأخبار المهمة والتي تخص المتقاعدين والعراق وهيا بنا نبدأ بالخبر الأول وفي هذا الفيديو سنتعرف على المادة الحادية عشر لحقوق المتقاعدين والتي تنص على تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ستة في تسعتاشر اتنين الف تلتمية واحد وتمانين هجريا إلى هذا النظام كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام وفقا لما يأتي بالنسبة لصاحب المعاش تزاد التلتمئة ريال الأولى من معاشه بنسبة سلاسون في الماء والتلتمئة ريال الثانية بنسبة شرون في الماء والباقي بنسبة عشرة في الماء وبالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد المتين ريال الأولى بنسبة سبعون في المائة والمتين ريال الثانية بنسبة خمسون في الماء والباقي بنسبة سلاسون في الماء على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفين ريال ترجمة نانسي قنقر